اختتمت بالعاصبة المؤقتة عدن أعمال الدورة التمهيية الثانية بمجال الطيران والأرصاد والتي نظمها معهد طيران بعدن على مدى أسبوع لعشرين متدرباً ومتدربة من موظفي الهيئة العامة للطيران المدني ومطار عدن الدولي خلال الاقتتام أكد القائم بأعمال الهيئة العامة للطيران المدني مهندس عبدالله حسين أهمية التدريب والتأهيل الموظفي بمختلف المجالات موضحاً أن مجال الطيران متعادد المجالات ويعتمد على المراجعة والخبرة والاحتراف في العمل الميدني وهو الأمر الذي يجب علينا جميعاً نتركيز على عملية تأهيل الكوادر العاملين بالمحافظات المحررة من جانبه أكد مدير معهد طيران بدني بعدن الدكتور محمد عبدالله النخعي أن الدورة تأتي في إطار البرنامج التدريبي للمعهد مثمناً دعم مواقف الهيئة العامة للطيران الهدفة إلى رفع القدرات العقلية للموظفي بالهيئة والمطارات اليمني بما يتوافق مع أداء الطيران العالمي في اختتام الورشة تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين تقديراً لتفاعلهم مع برنامج الدورة التي قدمها على مدى أسبوع المدرب أحمد عبدالله ناصر ترجمة نانسي قنقر